اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانجبتني ومنذ ان كنت في العاشرة وانا الذي اخدمها اطبخ لها اذا اردت ان انام اربط قدمي في قدمها اخشى ان تهرب ولا اجدها ماذا اتيت بها قال بها السكر والضر والام تضحك وتقول اعطني بطاطس فيعطيها تبسط في وجهه فيضحك ويمسح بصقتها ثم قالت له هذه امك لا تعرفك قال لا والله ما تعرف اني ابنها لكن الذي خلقني يعلم انها ام ثم قالت يا ابني متنادي انت كذاب ليه ما تودي للمكة ترى مكة في الشاشة قال الخميس يا امي اما قلت اني ساذهب بك في الخميس فقالت الطبيبة اتذهب بها وقد زالت تكليف عنها تذهب بها للعمرة قال كلما ارادت مكة اذهب بها لا اريد ان تتمنى شيئا وانا قادر على تحقيقه ولا اعمله لها ثم خرج مع امه مع الباب واغلقت الطبيبة الباب وبكث بكاء مرا لذيذا قالت سمعت عن البر لكن ان ارى شابا امه لا تعرفه وحياته تحت قدمي امه يخدمها حتى يقضي الله بينه وبينها صفحة بر جميلة قادر كان ان يرميها في مصحة للامراض العقلية لكنه اراد رفقتها ليبقى باب الجنة مفتوحا في حياته اللهم لا تحرمنا فضلك امي ثم امي الحد اخر يوم فعمري حب من اول حياة امي حدوهم مهمي امي حدوهم مهمة من يوم في حياته امي حدوهم مهموّوا